السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل تعلم أن أكثر من 90% من المسلمين لا يعرفون الأسماء الحقيقية لنسب الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد عبد الله إلى عند قصي هل تعلم من الذي غير ديانة العرب قبل الإسلام هل تعلم من هم الذين قاموا بدفن بئر زمزم هل تعلم من هو ولد إسماعيل الذي من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل تعلم من الذي فعله رجل يدعى أساف وامرأة تدعى نائلة في قوف الكعبة هل تعلم من الذي اكتشف بئر زمزم من قديد هل تعلم كم عدد أبناء النبي إسماعيل عليه السلام هل تعلم من الذي استلم السيادة في مكة من بعد قرهم هل تعلم ما هي أخسر صفقة في تاريخ العرب كل هذا سوف تعرفونه في هذا المقطع إن شاء الله تعالى تابعونا أهلا وسهلا من قديد اليوم سنتكلم إن شاء الله عن قصي بن كلاب قد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان حال القزيرة العربية من قبله من قبل قصي بن كلاب طبعا كلنا نعرف أن سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء هو من أعاد بناء الكعبة مع ابنه إسماعيل وزوجته هاجر وبعد بناء الكعبة رحل أبونا إبراهيم إلى فلسطين ومات في أرض الخليل مدينة الخليل التي مسمى الآن على اسم خليل الله إبراهيم عليه السلام وبقي سيدنا إسماعيل في مكة مع أمه هاجر فنزلوا عليه قبائل قرهم بعدما انهد سد مأرب العظيم وقبائل قرهم هم من قبائل قحطان بعدما انهد سد مأرب هاجرت القبائل القحطانية التي كانت في اليمن فكانت قرهم يقودها رجل اسمه مضاب نزل على الكعبة أو على ماء زمزم بالذات كانت السيادة في أرض مكة هي لإسماعيل عليه السلام خصوصا لأنه كان مسؤول عن بيت الله الحرام فتزوج من هذه القبائل تزوج من بنت سيد القبائل القرهمية ورزقه الله بإثنى عشر ولد ثم مات إسماعيل عليه السلام فتولى من بعده ابنه نابت بعدها بدأ يتدخل أخوال نابت الذين هم أصهار سيدنا إسماعيل الذين هم قرهم في الأوامر على الكعبة على الناس التي تأتي حاجة كان في حق في ذلك الوقت فبدأ تدخل أخواله يتزايد حتى أوقفوه أخواله ارفع يدك عن كل الأوامر وأخرج خارج مكة فطردوه على أطراف مكة هو وأولاده وإخوانه ثم استلمت قرهم دفت القيادة على بيت الله الحرام فتنازل نابت وذهب حتى لا تحصل مشاكل بينه وبين أخواله وبعد ذلك تم أخذ السيادة من أبناء إسماعيل ولم تعود إلى ذرية إسماعيل إلا في زمن قصي بن كلاب السيادة على مكة استفحل أمر قرهم بالفساد والفسق طبعا ما هو من وقت نابت وإنما من وقت استلامهم للسيادة إلى أن انتشر الفساد والفسق في أرقاء مكة لدرجة أن هناك رجل يدعى أساف وامرأة تدعى نائلة لم يجدوا مكان لقضاء شهوتهم إلا في قوف الكعبة فاختلف أهل التاريخ منهم من قال أنه وقع عليها داخل الكعبة ومنهم من قال أنهم فقط قبلها فسواء قبلها أو وقع عليها المهم أن الله سبحانه وتعالى مسخهم حقرين وهم في بطن الكعبة فأخرجوهم قبائل جرهم وهم حقرين لأن الله سبحانه وتعالى غضب عليهم فحطوهم عند باب الكعبة علشان الناس تتعظ فهجمت قبائل خزاعة على قبائل جرهم وطردوهم طردوهم من مكة ولكن بسبب الحقد قبائل جرهم قبل أن تطرد من قبائل خزاعة قاموا بدفن بئر ماء زمزم حتى أخفوا معالمه ولم يكتشف يعرف مكانه أحد إلا عبد المطلب قد النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا بئر زمزم هو في موقع أجياد بمكة اللي كان فيه قلعة أجياد وبعدين هدموها هو اسم أجياد من وقت قرهم لأنهم حاربوا بالقياد العماليق أعتقد أن هذا الاسم العماليق يذاكركم بشيء هم العماليق الذي استقبل يعني زعيمهم معاوية بن بكر وفد قبيلة عاد الذين راحوا عند الكابة علشان يدعوا الذي تكلمنا عنهم المهم فقاموا قرهم بذبح العماليق في مكة يعني قتلوهم المهم استلمت السيادة في مكة من قبائل قرهم قبائل خزاعة بقيادة عمرو بن لحي عمرو بن لحي هذا أسس ما قد مر على العرب في حياتهم وهو سيد قبيلة خزاعة فقد غير في القزيرة العربية أهم قانون وهو قانون الديانة من ديانة أبوهم إبراهيم الحنيفية إلى ديانة عبادة الأوثان طبعا يروى عن عمرو بن لحي هذاك في غير الديانة الإسلامية الحنيفية هناك روايتين الأولى أن القن استرأت لعمرو بن لحي فدلته على أماكن الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح الأصنام الخمسة التي كان يعبدها قوم نوح ود وسواع ويعوق ويغوثة ونصرة فقالت له أنها في مدينة جدة يا عمرو بن لحي فذهب وأخرجها فذهب عمرو بن لحي وطلع الأصنام وقابها معه في موسم الحق فقابها في موسم الحق ووزعها على القبائل وأمرهم أن يعبدوها ومن لا يعبدها فلا يأتينها إلى الحق في المرات القادمة هذه الرواية أما الرواية فتقول أن عمرو بن لحي طلع من مكة وهو سيد خزاع في مكة متقه إلى الشام وكانت الشام أرض الأنبياء والمرسلين في ذلك الوقت فذهب إلى الشام ووجد الأصنام والتماثيل فأستحسن شكلها فسأل أهل الشام ما هذه التي عندكم فقالوا هذه نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فيعني أعطوه يعني معاني جميلة فقالوا له تريد مطر تدعوها فتمطر وتريد انتصار في معركة فتدعوها فتنصرك فأعقب بالفكرة يعني خلاص عقل ضاع فقال لهم أريد أحدها هل تعطوني أحدها فأعطوه هبل هبل الذي قال المشركون في معركة أحد أعلو هبل فرد عليهم المسلمون القائلين الله أعلى وأقل فأتى بهبل ووضعه عند الكعبة وأمر الناس بعبادته فتخيلوا وصل بهم الأمر إلى عند أساف ونائلة التي مسخهم الله إلى أحجار التي عملوا يعني عمل عظيم في كوف الكعبة فأيضا عبدوهم ثم بدأ عمر بن لحي يضع قوانين العبادات من رأسه وكما قال الله سبحانه وتعالى أنهي إلا أسمان سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من السلطان وحدد لكل قبيلة صنمها التي يعبدونه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن لحي يقر قصبه في النار وقصبه التي هي أمعائه نعم يستاهل فقد غير ديانة قزيرة كاملة وطبعا في فترة عمر بن لحي وقبيلة خزاعة في مكة تفسد وتفسق وكل عمل قبيح ما رسوا كانوا بني نابت ابن إسماعيل عليه السلام اللي اقتردوه قرهم كانوا في شعاب مكة وكان من ذريته كلاب الذي هو قد الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة متزوج من بني أزد زوجه اسمها فاطمة فقاب منها ولد اسمه زيد ثم مات عنها اللي هو كلاب ثم مهم قاب منها ولد بعد ذلك تزوجها رجل اسمه ربيعة من بني قضاعة من قبائل أخرى فذهبت هي ولدها الذي اسمه زيد من زوجها الذي هو اسمه زيد إلى عند زوجها القديد وبعد أن رأت أنها أبعدت أو أقصت نفسها من قبائل أهلها التي هي مكة غيرت اسم ولدها من زيد إلى قصي ابن كلاب وقصي من الإقصاء والإبعاد فجلست مع زوجها ربيعة وكان ربيعة هذا يعامل قصي أو زيد معاملة ابنه فأنجب ربيعة هذا زراح زراح من فاطمة الأزدية يعني أخو زيد يعني أخو قصي من الأم فقلس قصي مع أخوه وعمه وكانت قبائل قضاعة تعامل قصي على أنه واحد منهم ما كانوا عاملوه على أنه من أبناء لؤي بن غالب ابن الفهر بن مالك ولؤي بن غالب هذا هو قريش الإسم فكان يقال أن قريش أطلق على غالب ابن الفهر أو لؤي بن غالب إما الولد أو على أبه